دكتور والمال والسعادة هو طبعا علاقة زلازة ما احنا قلنا كده في بداية الحلقة لكن ازاي ممكن نتعامل معهم فيها الإطار السليم بما يتوافق مع تربيتنا ومع نفسيات بيب هو القسط التعامل مع المال بيمشي بمبدأ مشهور جدا دائما بتقال في الطب كده الوقاية خيره من العلاج فأنا كأب أو كأنا كأم محتاج أن أنا أعلم أو أعمل علاقة جيدة بين ولادي وبين الفلوس بمعنى أنا ممكن أبقى فقير وممكن أبقى غنيه فلو أنا فقير إزاي أحاول بقدر الإمكان أن الفقر اللي احنا فيه ده ما يأثرش على ولادي ويوصلهم لمرحلة الحرمان إزاي دكتور ما أقول له دلوقتي والعكس تماما لو أنا غني جدا لازم أمنع تأثير المال إنه يطلع ابني ولا تفاشل أو لا يكترث بالمال فيه كتاب حلو قوي ياريت الناس تدخل تقرأ اسمه الأب الغني والأب الفقير لواحد اسمه روبرت روبرت مش فكر اسمه روبرت إيه فالأب هو اسمه ريتش داد وپور داد الغريب بقى في الكتاب إنه هو مش بيتكلم على إنه الغني والفقير هو غنى المال لا هو بيقول إيه بيقول إن الأب الغني قال لابنه اتعلم عشان تمتلك شركة الأب الفقير قال لابنه اتعلم عشان تلاقي وظيفة الأب الغني قال لابنه خد المخاطر الأب الفقير قال لابنه خليك ماشي جنب الحيط فبعد كده لما هو فصر يعني إيه أب غني وقال يعني إيه أب فقير هو قال للأب الغني كفكر كمعلومات كثقة لكن الأب الفقير هو بيفتقر كل حاجة أكشل ممكن تبقى موجودة فهو عايز يقول إنه لو عرفت تعلم ابني إزاي تتعامل مع المال يعني هقولك مثال بسيط جدا بعض رجال الأمال بيعجبني جدا إذا ما إنا مشكورين كده قالوا لي روبرت كيوسيك آه روبرت كيوسيك ياسه آه تمام فروبرت كيوسيك بتكلم عن الفكرة دي بقى فكرة إزاي تتعلم ابنك بشكل بروفاشنال بعض الرجال الأمال بيعجبوني جدا برغم إنه ممكن بقى غني جدا ومعه فلوس بس يقول لي أنا ابني وهو في عدادي وهو في ثانوي هنزله يشتغل ويشتغل معي أو مع غيري كأنه موظف صغير جدا طب ليه؟ عشان يتعلم أهمية الفلوس لأنه في كده لفظ لو يطلق على الإنسان بيبقى لفظ جميل اسمه بريجماتيك شخص بريجماتي الشخص البرجماتي هو الشخص العملي يعني هقولك مثال في أمريكا وكندا وفي دور كتيرة برة أنا ممكن أدخل سوبر ماركت أشتري شريحة بطيخ مش الناس ما أشتري بطيخة كلها فأنا بشتري الحاجة برغم إنه أنا ممكن أبقى غني جدا طب ليه أجيب حاجة وارميها في الآخر من أجيب الحاجة اللي هستهلكها لما كون ابنك مثلا وهو صغير علمه أنت أخدت المصروف النهاردة عملت بيه إيه؟ لو لقيته أنه هو أساء استخدام المصروف يبقى لازم يتعاقب لأ أجاد استخدام المصروف يعني هقولك مثال بسيط جدا لاستخدام المال في تطوير الإنسان أو الأطفال أبو توماس إيدسون كان بيعمل إيه؟ كان بيقوله بص يا توماس كل كتاب هتقرأه هتدي لك عليه مش عارف كم سنت أو كم دولار عشان يعمل نوع من الربط أو التحفيز مبين أن المال مفروض يبقى في الآخر رايح في اتجاه إيجابي ده اللي مفروض نحن بنعمله لكن أحياناً لما حاجة بتعلم ابنك أنا ميسور الحال خذ الفلوس اللي أنت عايزها اعمل اللي أنت عايزه مع الوقت هتلاقي بشكل أو بآخر الفلوس أثرت سلبياً على الولد